الفيديو اللي فيها شفنا مع بعض الارثماتيك اوبريتورز دلوقتي هنعرف اوبريتور تاني وهو اليونيري اوبريتور اليونيري اوبريتور برضو شائع جدا في البرمجة واللي هو البلاس بلاس او المينس مينس تعال نشوف مع بعض ازان الابريتور ده لما بيخش على اي فاريبل بيأثر عليه بشكل عامل السايد هسيب هي هي نفس الفاريبلز بالشكل ده ولكن هسيب الاكس بس دلوقتي لو انا جيت عملت برينت لي الائكس بلاس بلاس لو جيت قلتلكو تتوقعوا الاوتبوت اللي هيتعامل لي برينت هنا هيكون كام علما بانا ان الائكس بلاس بلاس بيزود على قيمة الائكس واحد في الغالب اغلب الريزولت اللي هتيجي ان هو المفروض يبرينت كام يبرينت ستة صح ان هو بيزود على قيمة الاريبل واحد وهيبرينت الائكس معنى ان هو هيزود على واحد خمسة فهيبرينت ستة طب لو جيت عملت رانك ده بالشكل ده لقيته انه هو اعمل برينت الخمسة طب ازاي ما هو الاكس بلاس بلاس معناه ان انا بقول ان الاكس بي ايكوال اكس زائد الواحد ان انا ازود على قيمة الاكس واحد صح؟ هو صح بس هو اللي حصل هي انه هو عمل برينت الاول ثم راح زود الواحد يعني ايه الكلام ده؟ يعني عشان اقولك دلوقتي انه هو فعلا الكرينت فاليو للأكس هي بتاكوال ستة ولكن هو للأسف عمل برينت الاول لقيمة الاكس ثم زود الواحد عشان اتأكد لحاجة زي كده انا هطبع قيمة الاكس الواحدها من غير ما حط عليها اي اوبريتور يعني هو المفروض انه هو هنا عمل برينت الاول ثم زود فبالتالي لو جيت عملت برينت تاني للأكس المفروض انه هو يشيل خمسة ويحط الستة لانه هو زود على الاكس واحد فلو جيت عملت ران لقيت فعلا ده اللي حصل طبع الخمسة ثم زود على الاكس واحد وخليها بستة بالشكل ده يبقى هنا هو عمل برينت الاول ثم هنا كان ساعتها زود بقى واحد على الاكس فطبع كام طبع ستة بالشكل ده طيب لو قلتلك ان انا عايز اعمل برينت ليه البلاس بلاس اكس وقلتلك تتوقع الكرانت فاليو هتكون بكام في الغالب برضو كله هيقول انه هو المرة دي هيبرينت مثلا الاكس اللي هي بستة ثم يروح يزود واحد بعدين طب لو جيت عملت راند دلوقتي هلاقي ان الاول بط بقى بسبعة يعني خمسة اللي هي اول واحدة ثم ستة المقيمة الحقيقية ثم سبعة ده معنى ايه؟ معنى ان هو زود واحد الاول عن طريق البلاس بلاس ثم راح عمل برينت ليه كيمة الاكس يعني هنا هو عمل برينت ليه سبعة لانه زود الاول وبعد كده عمل عملية البرينت ده معنى ان اليونيري اوبريتور لما بيروح على اي برينتل المفروض ان هي مش هتتغير وهيبرينت برضه سبعة لانه هو ساعيتها اصلا كان زود الاول بعد كده عمل برينت فهنعمل رونت كده وفعلا ده اللي حصل عمل برينت برضو اللي سبعة بالشكل ده طيب لو جيت عملت برينت دلوقتي تاني ليه الـ x- واللي المفروض بينقص من الـ x1 بس الـ operator هنا جي بعد الـ x ده معناه ايه؟ انه هو هيبرينت الـ x الاول ثم ينقص ففي الكيس دي المفروض انه هو هيبرينت كام هيبرينت برضو سبعة عمل برينت الكام لبردو سبعة ولكن الـ current value دلوقتي هيبستة انه هو نقص خلاص الـ x بواحد وعشان اتأكد من حاجة زي كده هعمل برينت لـ x بس لوحدها هلاقي ان المفروض الـ current value بقت بستة لانه هو عمل برينت ثم راح نقص واحد فبالتالي الـ current value بقت بكم بقت بستة ونعمل run وفعلا ده اللي حصل اهو اخر result كانت الـ current value بتاعتها بستة بالشكل ده طيب لو جيت عملت برينت تاني ولكن minus minus الاول ثم الـ x فهيبدأ ان هو ينقص الاول ثم يبرينت فهيبرينت هنا المفروض خمسة ولما نيجي نعمل run هلاقي فعلا ان هو عمل برينت الخمسة بالشكل ده يبقى احنا كده في الفيديو ده عرفنا اليونيوري اوبريتور واللي من خلاله بقدر ان انا ازود واحد على الـ variable او اناقص واحد ولكن فيه فرق ما بين ان الـ operator ده يجي قبل الـ variable او بعد الـ variable اشتراكم ان شاء الله الفيديو اللي جايه اشتراكم ان شاء الله الفيديو اللي جايه اشتراكم ان شاء الله الفيديو اللي جايه